اليوم القراءة العاطفية لبرج الجوزان فإذا كنت مشترك جديد معنا في القناة هل مرجو أنك تضغط زر الاشتراك وتفعل جر الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة فخلينا نشوف أخبارك إيه وأخبار للحبيب إيه والأمور العاطفية بالشهر دان برج الجوزاء فنحن ليس نشوف الحبيب فقط نحن نشوفك إنزا كذلك تحاسس بإيه وأحوالك إيه وأحوالكم إنتوا اللي اتنين واضح يا برج الجوزاء إنه في زعل جامد بينك وبين الحبيب لإني بشوفك متضايقة كثير واخد جنب ومنعزل الحبيب متباعد واخد جنب ولكن هو بيحبك وعاوز يكون معك وعاوز يكون في حوار بينكم فممكن تكون تتعامل مع شخص يعني بيحب نفسه أو بيحب العلاقات المتعددة أو في الطرف ثالث بينكم لأنه هو حاليا مختفي تماما وفي نوع من الحركات من تحت لتحت يمكن تكون أنت بتتعامل مع شخص فنان أو ممكن تتعامل بتكون بتتعامل مع شخص روحاني لأنه بشوفه هو حاليا رافض العلاقة معك بصراحة ومش عاوز يتكلم معك وطالع من العلاقة هو طالع من العلاقة وفاتح قلبه للحياة لأنه في الحقيقة زعلان قوي بس هو عنده مشاعر اتجاهك مشاعر قوية وبيفكر فيك بس هو زعلان وطالع من العلاقة دي ومشي فجايز يكون في بينكم نوع من أنواع الخداع فحقيقة أنا بشوف أنه الشخص ده يعني مو مش مخاذع يعني كأنه كان بيلبس قناع كأنه شخص روحاني كأنه شخص فنان لأن الحكماء يعني ما بيحبوش يبينوا الحقيقة يبينوا مشاعرهم الحقيقية يعني حتى يشوف الشخص اللي قدامه أو الناس اللي معه هم حيعملوا إيه ونويين على إيه وبيكونوا يعني فيه ناس لعبت بهم لهذا هم بيكونوا خايفين فحب أقول لك أنه الشخص ده هو حاسس أنه خرج من حاجة فيها خداع كأنه كان حاسس أنه فيه شيء فيه الخداع هو متهيأ له كده هو بيفكر بالشكل ده فممكن يكون يعني دماغه متلخبط أو في فوضى عنده في أفكاره لأنه مبين عندي أنه يعني الشخص هذا فيه عنده اكتئاب لأنه فيه ورقة عنده بتقوله لازم تخلي الأمور زي ما هي وبلاش يعني المصطلح يعني بلاش تحبك أكتر كذلك فيه ورقة يجيته بتقوله خد وقتك تفكر أنت عاوز إيه عشان تغتاح وتعمل صلاة ودعاء وتوصل للسلام الداخلي كذلك فيه كارت إجاه تاني بيقوله أنت لازم تفكر أنت عايز إيه وإمتى ولازم يكون متأكد من المشاعر ويكون صبور ويطلع من الحالة العزلة اللي هو فيها فمبين عندي أنه الشخص ده هذا هو شخص مكتئب شوي فهو طالع له نفس الورقة اللي طلع لك أنت يا برج الجرجاء أنه ياخد وقت ويشوف شو اللي بيحصل جواته مشان يحسن ياخد القرار المناسب فأنا اللي شايفها أنه أنت متباعد عنه أنت قاطع معه والشخص ده في الوقت الحالي أنت متغاز منه كثير ومتدايق منه وزعلان عليه وبصراحة مبين عندي أنه أنت بدك تتخانق معه لقبة كبيرة فالورقة بتقول أنه أنت زعلان منه كثير وبدك تدربه تتخانق معه تصرخ في وشه يعني كذلك جايك ورقة بتقولك حب نفسك أكتر لأنه مبين عندي أنه أنت ما بتحبش نفسك كثير يعني ورقة بتقولك حب نفسك وحاول توصل لحالة التوازن النفسي لكي المشاكل لا تؤثر عليك في الطالع والنازل وطلع لي كمان يا برج الجوزاء أنه في عندك كف في عندك طاقة كبيرة جدا وحماس وممكن لأنه في هذه الفترة هذه تكون أنت عم تخرج عم تؤدي وقت منيح عم تضحك عم تطلع الأماكن ولكن أنا شايفك ولكن أنا شايفك في الكروت هذا أنه أنت في عندك طاقة روحانية يا برج الجوزاء فمبين عندي أنه أنت والشخص ده روحانيين جدا يعني كأنه في بينكم شغلة يعني يعني بتجدبكم مع بعض برغم المسافات سواء حكيتوا مع بعض أو لا مبين عندي كأنه يعني فين جداب لألكم ولكن عندي ورقة بتقول أنه أنت غضبان وزعلان كثير من هذا الشخص وعندك رغبة أنك تمشي تخانض أو تدربه أنا ما بعرف يعني الطاقة هذه يعني طاقة أنك بدك تخانق بدك تدرب بدك تترخ مع هذا الشخص فحاليا ممكن تكون أنك أنت بتكلم ناس ثانيين يعني عشان تبين له أنه في ناس ثانيين فيه طاقات والورقة بتقول لك أنت لازم تحافظ على طاقتك لأنه استعمال الطاقة في ما صارها الصحيح هو الشي اللي راح يخليك تحصل على الشي اللي بدك إياه لهذا عندي ورقة بتقول لك أنت لازم تغير شوية من طريقتك لأنه أنا شايفك أنت لا تريد أن تتغير يعني مش عارف تتغير أو حتى مش عارف تتغير فإنت ماشي بنفس الطريقة واضح يا برج الجوزاء أنه عندي ورقة بتقول أنه أنت مش يعني ما بتحب نفسك بس مش بتحب نفسك بالطريقة الصحيحة كذلك أنا شايفة أنه الحبيب حاليا هو مهتم بحياته العملية بحياته الروحية يعني عايش حياته كأنه عايش حياته واضح عندي أنه الشخص هذا نسحب من هاي العلاقة كأنه شخص كان موجود واختفى يعني هيك مبين عندي هو الشخص دفي عنده رفض في الشغلة في هاي العلاقة فهو بفكر في علاقتكم في الأوقات في الكلام اللي كنت بتحكوه على السوشيال ميديا وهو حاسس أنه كأنه طلع من شغلة فيها خداع في العلاقة هذي وكأنه يعني بيقول الحمد لله أني خرجت من الخداع اللي كنت عايش فيه ألف شكر ده إحساسه الحقيقة هو ممكن يكون خاطئ ممكن يكون غالط ولكن هذا إحساسه وفي الحقيقة عندي وراء بيقول إنه هو بيفكر فيك وبحبك وهذه الشغلة اللي لا فتت نظري الشخص هذا بيحبك بيحبك كتير هو مختفي بس بيحبك بس في حاجة جواه يعني مخوفاه خايف إنه يقرب أنا مش عارفة الأسباب يعني أنتو أدرى فهو خايف إنه يقرب يحصل خداع تاني هو أصلا مش عارف يكلمك أو ما يكلمكش يعني هو كأنه ضايع يعني عم بيحاول يزبط أوراق ومش عارف شو يعمل في الحلاقة هذي فمبين عندي كأنه ممكن يعني تكون أنت مستقوي القلب عليه مقايز يعني أو حتى ممكن أنت بتتواصل معها روحيا أو جسديا فمخلي مخلي الشخص هذا مخضوط يعني خايف فعندي هنا أنه أنت غامض مش عايش لقوله إيه اللي بيحصل إيه اللي حاصل كذلك أنت متضايق جدا ومتخاذ ففي عنده حاجة يعني شايلها من الماضي يعني متضايقها الشخص هذا مخضوط منك وخايف كذلك الشخص هذا مبين عندي أنه رافض يبدأ معاك بداية جديدة وشايل من الماضي وزعلان جدا يعني مبين عندي هذي الشغلات واضحة كذلك هو شايف نفسه أنه خرق من علاقة كان فيها خداع وغموض وحقيقة هو ناوي يبقى ساكت وما يعملش حاجة وبغي يركز في روحانياته أكثر وعاوز يدرسك وعاوز ياخد قرار نهائي يعني يطلع من الموضوع ده يقفلو يعمل حاجة يعني بهذا فهو محتاج أنه يتباعد عشان يقدر ياخد قرار من بعد ما يفكر مع نفسه ففعلا هو تسحب من العلاقة يعني هو ما طلعش مرة واحدة يعني هو فضل يطلع شوي شوي لحد ما اختفى هو في الحقيقة ما طلعش تماما يعني هو ما قالكش نسيب بعض يعني هو طالع بس يعني كأنه قافل معاك وما بيردش بصراحة انت شايفه كأنه مديك وشي خشب عايز اشوف لك الشخص هذا إذا مخادع ولا لا استنوا حقيقة الشخص هذا هندي ورقة مش مخادع الشخص هذا مش مخادع كأنه كان لبس ماسك قدامك لأنه حاسس يعني كأنه حاسس بالخوف خايف منك مشتائق فيك كثير صار بيناتكم شي هيك فأنا همحاول شوف إذا في حدا داخل بيناتكم فقايز يكون فيه علاقة ثلاثية ولكن العلاقة الثلاثية مش في سبب هذا الشخص منك أنت يا برج الجوزاء برد النظر عن الطرف الثالث هو سواء هذا الشخص كان شخص أم الأسرة أم الأسرة أم الأسرة في حد واقف بينكم في حد داخل بيناتكم في حقيقة طالع نازل هيك سفودني أي حدي فيكم ففي الأغلب الطرف الثالث قيل من ناحيتك يا برج الجوزاء برج الجوزاء لأنه أنت اللي محتاج تحب نفسك تحب نفسك وتغير اتجاهك وتطلع من الحالة هذه فعندي هنا برج الجلو وبرج الأسد والعذراء والثور وبرج الحوت برج الأسد أو القوس واحد منهم فممكن تكون أبراج ثانية مش مبينة عندي لأنه أكثر شي مبين عندي طاقات مبين عندي طاقات فأنا شايفاك يا برج الجوزاء في المرحلة القادمة أنك هتمر بمرحلة انفصال أو مرحلة هتكون فيها متضايق فغالبا إيه اللي هيحصل أنتو اللي اتنين هتكونوا حسين بوحدة أو من ناحيتك أنت بالأكثر فالشخص دا كأنه حاسس بالملل بالضيق بالوحدة وهو كمان زعلان ومتضايق فلو كنتو مش منفصيلين فممكن أنتو في الشهر دا يعني ممكن أنكم مش هتتكلموا وحيكون فيه شعور بالزعل والحزن بينكم انتو اللي اتنين وأنا شايفا أكثر أنه حيكون من ناحيتك أنت يا برج الجوزاء فأنا شايفاك يا برج الجوزاء أنك متغاض واخذها على صدرك ولكن حيحصل عنك تفتيحة عين وحتلاحظ أنه أنت لازم تعمل تغييرات لازم تغير حياتك وتغير نفسك لأني شايفاك أنك مش ماشي بالطريقة المثلة وتحب نفسك بصحيح وأحب أقولك أنه الشخص دا ما عندوش علاقة في عدم حبك لنفسك بالشكل الصحيح المثالي بصراحة فأنا شايفا أنه عدم حبك لنفسك يعني جاي من الطرف الثالث اللي هو بينكم بصراحة برض النظر يمكن فانا طلع عندي برج الجوزاء انه في طاقة جسدية فممكن انه تكون انت عم تضيع وقتك يعني هيك مع يمكن عشان تطلع من حالة الاكسي اب اللي انت فيها لاني شايفتك حاسس بالوحدة والانعزال وفي طاقات جسدية ولكن بدون مشاعر فانا شايفة انه انت يا برج الجوزاء لازم تتعلم تاخد قراراتك بنفسك وما تخليش المحيطين يؤثروا على قرارك على قرارك وقراراتك ورغباتك وهذا طبعا حسب وضعك فبين عندي يا برج الجوزاء انه انت حكيم في عندك حكمة يعني كأنك رجل عظيم او امرأة عظيمة فما ينفعش انه يكون طرف ثالث انه هو اللي يدير حياتك يعني مش معقول دي النصيحة بتاعتك وده اللي واضح في الشهر ده انه حيكون في تباعد وتباعد بزعل يعني بصراحة يعني انتو اللي اتنين في عندكم احساس مشترك هو احساس بالخسارة وبصراحة يا برج الجوزاء انا بشوف يعني انه الموضوع في ايدك انت بصراحة حنشوف كروة النصيحة يا برج الجوزاء لاني بشوف انه الشخص هذا هو محبش يبعد عليك الشخص هذا ما بيحبك ولكن هو خايف ولكن حاليا في هذه الفترة هو بشوف في هذا الشهر هذا راح تظلوا متباعدين مع بعضكم يعني هو ما راح يعمل اي شي راح يضل بفكر يعني هو هيبطل قاعد بيبص عليك برقبك وما غيعمل حاجة يعني ما غيدير حتى حاجة يعني مش هيعمل حاجة ومش هيطلعك من دماغه لانه هو ليسا عايزك انا قلتلك في الاول انه في براءة عندي واضحة انه بيحبك احبك انت فهو غالبا هيختفي ولكن هو هيبص عليك على السوشال ميديا هو برقبك على السوشال ميديا برض النظر انه بختفي وانه انت حاسس انه يعني العلاقة انتهت وانه هو خلاص شالك من حياته لا الشخص ده ما شارك من حياته الشخص ده بيحبك وبيفكر فيك بس هو خايف واخد قنب وقاعد راح يضل عم برقبك في السوشال ميديا هيك فمبين عندي يا برج الجوزاء كمان يعني هون في عندي علاقة سولاتية هون واضح عندي في علاقة سولاتية العلاقة دي يا برج الجوزاء كأنه برج الجوزاء كأنه بتجوز كأنه في علاقة جواز ولكن بتحب حدا تاني ما بعرف يمكن حدا درست معه أو درست معه بالجامعة وكانت بيناتكم علاقة صداقة وتواصل وضلت هاي العلاقة ولكن انت لما تجوزت الحبيب اللي انت بتحبه اختفى فرح شوف لك شو رح يصير يا برج الجوزاء بهاي العلاقة الثلاثية التانية التانية شو رح يصير ماشي مبين يا برج الجوزاء انه انت رح هون في هاي العلاقة الثلاثية اللي واضح عندي انه انت ضايع هي العلاقة الثلاثية وما بين الشخصين وما بين الشخصين هدول استنى اها يا الهي شو هاته اها بين الشخصين نشوف انت عم تفكر كثير في العلاقة الثولاتية والشخص اللي انت بتحبه كمان بيحبك عم بيدعي الله يجمعكم عم يدعي الله يجمعكم بسعادة نشوف رح نشوف شو رح يصير اذا رح يتحقق هالشي انا حبيت اتطرق لهي العلاقة الثولاتية كذلك اللي عندي ظاهرة اه في طاقة ترابية واضحة عندي و اه طاقة نارية ونشوف هذا الشخص هذا بيحبك ويدعي الله يجمعكم مع بعض ماشي اها استنى نشوف شو رح يتلعدنا بس الشخص ده يعني كأنه يائس من العلاقة هذه يعني يعني عم يدعي الله وكأنه يائس وبيدعي بيدعي كثير طالع عندي وكأنه يجتمع مع الحبيب تبعه يبرج الجوزاء القرار قرارك فانت سواء يا اما رح تاخد قرارك تختار الشخص اللي انت بتحبه او رح تضلك بهاي العلاقة اللي انت فيها واللي كأنك حاسس انه علاقة جسدية لا فقط يبرج الجوزاء انت لازم تاخد قرار لازم تاخد قرار لازم تاخد قرار الامور كلها بيدك بهاي العلاقة الثلاثية اللي انا عم بشوفها يعني القرار قرارك انت اللي ممكن تقرر الشخص اللي انت بتحبه مش اللي معه لا الشخص اللي بتحبه واللي هو متباعد معك بيحبك وبيدعي الله وبدو يكون معك بس هو تقريبا يائس لانه بيشوف انه ما في امل هاي العلاقة يعني كأنه انت متزوج يعني كأنه تزوجت بس انت مش مرتاح وانت بتحبه برد النظر انا مش فاهمة يعني ليش يعني كيف يعني اشترقته عن بعض اكيد في ضرور المهم والنصيحة اللي عندي يا برج الجوزاء بيقولك اختار الطريق اللي يؤدي الى الحكمة فبين عندي يا برج الجوزاء انه انت بتهزم بالناس اللي حواليك الاهل الاصدقاء وبتسمع هم عايزين ايه الى غير ذلك ولكن اول شي لازم تسمع صوت صوت روحك انت محتاج ايه وشو الشي اللي رح يسعدك لهذا بيقولك اختار الطريق الذي سيوصلك الى الاستقرار النفسي والسلام الداخلي والاستشفاء وبيقولك كمان بالورقة انه رغبتك هي بايدك انت فربنا معاكم يا برج الجوزاء ودود ايه الموقف للتعليقات وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واشوفكم على خير والسلام عليكم اشتركوا في القناة